شهيد هاي ايس وصف salty بالعربي معك بتناح rotary هاي ارعا اصحنا بكم في حارقة جديدة من ايس بالعربي النهاردة هنتكلم عن session 4 علشان تدور تفهمه قويس جدا هو بيقسم زي اللي هو واضح على الشاشة اللي هو تقسيم فترات التمرين والروحة على السيزن. خمسة او الاخير اللي هو انت تعرف ازاي ازاي تحدد اللي اللي سواء هيبدأ بيه او هيدي بيه واخلال البرادرزيشن يبدأ ويزود فيه ويقلب فيه وكلام ده هونه هاردة هنتكلم فيه عن الدروين نفيس. يلا نبدأ مع بعض. اول حالة في الدروين نفيس بيقولك هنا انت لازم عندك فاري ستيج. الستيج اولانية اللي هي استيبليشين yourself as a professional. يعني ايه الكلام ده. يعني تأسيس نفسك professional trainer. فعشان ال professional لازم يبقى عندي ايه؟ اول اولا اجل development client travel. طبعا صمعة المدرب من اساسيات ان هي تجيب لك شور. تاني حاجة معنا اه اه ايه انا ما في مهنتك بقائس ايه ايه اللي انت مفروض تعمله ايه مفروض ما تعملوش. نمرة تلاتة administrative sincerity. طبعا المصداقية والا بيبقى مهمة انجيش واحد مساء عنده وزنه متين كيلو وتقول له انا ان شواء بقى في خلال اصبوع حخليك ما حصلتش تبقى اه اه امسين كيلو اه. لازم طبعا ان ان انت تبين له الحماسة بتاعتك ان هو يعني جاي اصلا وفيه اللي مجفيفة عايز يحس ان مدارة بتاعه بيدينه التحويس على التنبرين بتاعه. مرحلة ال data collection انا اقلم معلومات عن اللاعك دوت او اللاعك دوت بقى سنه ووزنه وعنده American history اخبار. طبعا انت بتاعه هو ما يعرفش اي حاجة عن الاكسرسائيس حتى لو عنده خلفية بتبتل انت بتاعه وتبينه وانت بتدمره هو بيدمرن ايه ان انت يلعبه واني ما يلعبوش واني الهدف منه يعني مش بس ان انت تقوله يلعب سين وسين ومسين وخلاص يعني ده برضو بتبع حقق واقسة لان في بعض مدربين من بعض اخطاقه ما يقول لك ما احتفظ المحلومة النفسي وهو مجرد منفز بس فكلا هو بالنسبانه مش حاسس معاك او رايح في نفس. هزم برضو وانت بتبتمرنه بيبقاش الموضوع انت شايف وهو مش شايف خالص. لسي مثلا انا مثلا كلاعب ومدرب بحبك يامرين كزا اول اللي بحاس ان هو بيكون افكتف معايا عبتر. فاذا انا رفت مثلا لترينول بيمرني فما ينفعش يقول لي لا تعالى هو ده اللي كزا كزا. المفهود يستغل حب من الحاجة دي ويحاول يروضها جوا التمرين اللي هو بيختاره. وبرضو يشرح لي يا هو احنا منين ورايحين فيه. دي بتبقى بتاعنا. طبعا نستطيع فور. المصطلح ده يا جماعة كده ببساطة يعني انت دلوقتي مثلا ما تتيجي تنط في المياه لازم في الاول وفي الاخر بتيعرف العمك الدعم. بتيجي تقوم ناضب بدمعك على طول في فاكر عمك سمع تمانية متر وتلاقيه متر ولا نصف متر طبعا يحسن مشكلة. وهو عايز يا اقول لك من المصطلح ده ان انت لازم تكون عامل قويس في الأضوط بتاعك عشان تقدر تمرنه. والمواضيع اللي انت تتكلمو فيها برضو المواضيع الما تكلموش. في كل حاجة. في كل حاجة.esin ببتبع حاجة مهمة. ايه يدخل واحد تخين جدا على الوما الشيء وعمالي زود للسرعة. او مثلا جايجوا يقولو اعمل تبارين مرونة. رادل ده قدراته ايه الدنيا ايه عشان مروحشيانة في سكة خالص دي وديني فيه. مرحلة الخامسة هي بتتكلم هنا. طبعا هنا بيقولك بتخطينه طبعا شوية اسئلة. يعني انت عايز تعمل بوديشيب او انت عايز تعمل لوس ويت ولا لوس فات ولا انت قولك عايز تعمل فليكسبيلتي ولا الكلام ده كله. وبتدينه اسئلة هو بيجاوم معاك دي بتدر تفهم الفكر اللي اتا هتعمل له جايدة يعني كده. بحيس ان انت ما تبقاش ماشي كده وهو بيعبك من حد تانية فو ما تلاقيش الاهداف معاك فعالة يعني. زي ما احنا شايفين على الجدر كده ونسب وحاجات فانت بتدود ده كله وبتبتدي تشتغل على اساسه والحب. اي حاجة انا اسمعها اقول اورينتيشن. اورينتيشن دوت يعني اي هدف في الدنيا يعني يسيبك حتى من اللي هنا مكتوب قدامنا في الكتاب. اي هدف في الدنيا لازم يكون سمارت. سمارت ده مش معناها الهدف زكي لك. هي اي اختصار ده يعني مثلا انا وزن مية كيلو ما روحش اقول له الراجل انا عايز اخس. اخس ده كنا هدف خالص يعني اخس 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 كيلو اخس اتنين كيلو اخس عشرة في ابني. فلازم يكون محدد. انا مية عايز ارصال اعني كده ده هدف محدد. القلبة مشورد. مشورد ده يعني قابل للكياس. قابل للكياس يعني اقدر اقيسه. يعني انهارت انا مثلا مية بكرة. ولا وسبوع الجاي. وزنت لقيت نفسي تسعين. خمسة وثمانية. خمسة وثمانية. ايه اللي هو بقابل اقول يعني ايه قابل للتحقيق مش مش هدف خراف يعني. عايز اركب جناحات ورقا مش عارف ايه ايه او ايه. اللازل يكون قبل التحقيق والتي دي تبقى يبقى فيه وقت ودي بقى بتبقى مهمة جدا انه بتقابل كتير من المدربين هو هنا بيقوله وانا عايز مثلا اخص كذا 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 فهو بيديله مثلا شهر او شهرين لازم لازم وتبقى عارف كويس جدا شهر او شهرين لازم يحصل وقابليها انت بتعمل كمان لانك ممكن تعمل alternative exercise تمارين بديلة او ان انت تعمل variation تغيير في program design بتاعك عشان تقدر في الفترة اللي انت وعدت بيها ان هو يخص او يزيد تكون حقا انت الهدف المنشوف منه طبعا هنا ان انت لازم تبقى تكون محمس ال client بتاعك عشان تقدر تتوصل معها الهدف او المتيجة في ان انت بتتعامل هنا مع عنص البشري مش الالم اصلا القلم دا لو انا عايز افقه كده هفق البداع بتاعته كده خلاص خلصت لقا دا انت واحد تاني اه ليه عقلية تانية ليه ما يغيره في الحياة مش بس ليه اه متطلبات معينة لازم تقدر توازن ما بين كل دا مع الحماسة مع دنيا عشان يمشي معاك في كان يدر ليه من توصل الهدف ما يبقى شان تشغال على لاين وهو تشغال على لاين تاني وتلاقي النتيجة مش اللي هاي فيه ثلاث قناة للتعليم اللي هو الفيجول المرغي انه هو يشوفك انت بتعمل التمرين فهو يعمله عشان ما تيجي تعرفه تمرين جديد ما يبقىش الكلام جدا وفيه طبعا البديدري فالعب ثلاث مرات في عشرة عدات وفيه عندي اللي هو النياسيستيك ودوط اللي هو بتكون واقف معاه بتصلح له التمرين او بتتديله هيلب زي تلاتة دول مع بعض لازم يكونوا موجودين في اسلوب تعليمك لللاعب مش بس زي مدربين كتير يقول له يالله خل الشرعة بجنراض ومش عالك دي ايه ودي ايه وكلام ده كله لعين انت طبعا الاخر حاجة اللي انا هايزين نتكلم عنها ان انت لازم يبقى في الكميليكيشن بتاعك كده في اسلوب حلو زي مثلا ايه سانكيو شكرا والله يبدأ امامي اه كانت شوية عبارات تشجعية لو ليه عي الميلاد في وقت وانت افتقارته تبعت له ومش عارف ايه تكتب له ايه الحاجات دي بتعمل الريشنشيب كويسة او بينك من الكلانت وده واصل على الواتس وانك تتابع معاه كل يوم عشان تكون ساكسيسفل في المجال لازم تبقى امامية في الحاجات دي وكده مشاهدينا نقول ان خلصنا خلنا فيه طبعا في دروينج انفيس ازاي عشان اكون وازاي عارفنا نعمل وازاي نعمل واخدنا بعديها ازاي اه نقدر وسائل التعليم اللي هما الخلال التلاتة ازاي تعمل الريشنشيب كويس جدا مع التلائد الفتاك عشان تكون ساكسيسفل بيرسو ترينر او اعجبك موضوع حلقاتنا متنساش تعمل لايب وسبسكرايب وشير ويستنونا في حلقات تانية اجمل واحلة علاقاتكم كمال اجساب دون نشطات في اسسي بالعربي تحياتي كابتن احمد منجال اسسي اتري اشترك 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 اشترك